السلام عليكم في هذا الفيديو سنشرح لك الدرس المتعضيات المجهرية لميكرو أورغانيزم الذي سنعتبره في قراءة أولى من الجهاز المناعي كما تلاحظ في هذا الصورة المجهر هي أداة من أدوات التكبير هذه أدوات التكبير هي ضرورية من أجل ملاحظة هذه الكائنات الحية الصغيرة جدا والتي نسميها المتعضيات المجهرية الميكرو أورغانيزم قبل ما يتم اختراع المجهر فما كنا نعرف وجود هذه الكائنات دقيقة صغيرة جدا سنرى الأصناف سنرى بعض الأخطار التي تسببها هذه المتعضيات المجهرية التي نسميها كذلك الجراتيم أو الميكرو قبل أن نبدأ الفقرات الدرس سنرى هذه الملاحظة المجهرية التي هي عبارة عن شارة فيديو التي يبير لنا هذه الكائنات الحية الصغيرة جدا كما تلاحظ هنا هنا بعض الكائنات تحت عدسة المجهر كائن آخر مجهري بمعنى لا يمكن ملاحظته بالعين مجردة لابد من استعمال مجهر كائن آخر يعني في البداية نقوم بتكبير اللي هو الصغير تكبير الاربعين ثم نزيد في التكبير مئات مرة مئة وخمسين مرة ثم ربعمائة مرة نحن ربعمائة مضروبة يعني ربعمائة تكبير ربعمائة مرة ثم سيتمائة مرة سيتمائة مرة تبدأ بعض العناصر تظهر ألف مرة ثم ألف وخمسمائة مرة يعني نلاحظ وجوه البكتيريات في هذا المكان الذي نشاهده بالمجهر يعني هذه البكتيريات هي كائنات حية مجهرية كائنات مجهرية صغيرة جدا التي لا يمكننا ملاحظاتها بالعين مجهر في هذا الفقرة الأولى في شابتر 3 أردنا تعبره كبداية التي تقدم لدرس ديالجهاز المنائي لسيستم إمنيتر للميكروب أو الجاراتي ميكرو سيتمائة سيتمائة للا يمكننا فتح بل المجهرات لنحضر بلعين مجهرية لنحضر بلعين مجهرية للميكروب هذا المصطح في هذا المصطح فلن نجشد ديالكاليمات ميكرو سيتمائة ميكرو ميكرو ويساً ميكرو ميجارية 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 ميكراية اي كان اكثر على الروم قد انت ذكر برؤونها como réponse à la question où vivent les microbes alors on peut dire que les microbes ou les micro-organismes sont des êtres vivants de forme et de taille variée وهو الواع قد et ils sont présents dans tous les milieux donc on peut les trouver dans l'air dans le sol, dans l'eau, etc., dans les aliments et même dans le corps humain donc dans le tube digestif, il y a des bactéries qui vivent naturellement dans le tube digestif donc alors on va maintenant voir la classification des microbes on a dit micro-organismes, donc je préfère stimuler les micro-organismes la classification, donc on va voir qu'il y a quatre classes de microbes on va dire l'asnaf en chevaux, le cinf l'aouel les protozoaires les protozoaires les protozoaires les protozoaires les protozoaires qu'elles sont composées d'une seule cellule comme par exemple l'amibe l'amiiba qui vivent dans le miyak le miyak le miyak qui vivent dans le miyak qui vivent dans le miyak l'amibe ou la paramission donc l'amibe l'amiiba et la paramission ou la paramission les protozoaires les protozoaires sont des êtres vivants unicellulaires c'est à dire ils sont composés d'une seule cellule unice c'est à dire une et une cellule qui se trouve souvent dans les eaux stagnantes comme l'amibe qui provoque de graves déarrêts l'équipe et comme la paramission est un protozoaire inoffensif donc nous avons deux exemples les protozoaires chaiwanes officiales c'est que chaiwanes qui sont couldnes d'annotés et qui s'utilise et ce genre cela a un co tam c'est un co tam c'est à dire non pathogène en arrière أعلى السبب من أجل الهلكاينة الحية المجهريا المكروهجم هو الصوبة مخلوق هذهكيات لديك أجل بكتير لديك أجل الهلكاينة الحيات والباصيل الباصية الحليب فالحليب هي أثناء Donc les bactéries en général هدو فقط ce sont des exemples Les bactéries en général ce sont des êtres vivants احتى هما unicillulaires مكونا من خالية واحدة mais sans noyau donc ce qui les caractérise des protozoaires c'est l'absence du noyau هل يمكن أن يكون 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 Certains bactéries sont pathogènes بعد هذه البactéries التي تكون نعم فقط بحال الباصيل دوكوخ يمنح لسيط كوخ لكي تسبب لتهاب رياض يمنح لدي أو مرض لكي تشوف عن الإنسان qui provoque لتبعكوش لكي تسمي مرض سول مرض سول لكي تسبب رياضي وليس بعد الأضاء وضع وضع يمنح لدي دوتر بطاري بعد الأضاء بعد الأضاء يمنح لدي ثم أثنان يمنح لدي نعم كما يمنح لدي الباصيل لعصيات الحليب يمكنك تكون بكتيريا موجودة في الحليب بشكل طبيعي واللي مكتبه حتى شيء مارد ومتنون ننظر لشامبينيون ميكروسكوبيك كي مكتلاحظ كي لا فرم ديال هات الكائنات مختلفة الشكل ديالون مختلف دونك سا سيطان سيطان شامبينيون ميكروسكوبيك سا سيطان اتر شامبينيون ميكروسكوبيك دونك سا سيلي موزيسور العفن ديبان هاد الشكل ديال الصوف اللي كي يكبر على الخبز عندما يتعفن فهو عبارة عن فطر ميجهاري ان شامبينيون ميكروسكوبيك نعمل الفطريات الميجهارية اللي كنسميه لاموزيسور لك هنالو شامبينيون ديبانيسيليوم قد نشوفوا الاهمية ديال هاد لبانيسيليوم هاد لشامبينيون اللي كينتج لناو حد الموضد حيوي اللي كنسميه لبانيسيلين واللي كي تستعمل في الاج بعد الامراد الجورتوميه donc les champignons microscopiques un autre type de micro-organisme certains champignons sont pathogènes comme les moisissures العفن et d'autres sont inoffensifs c'est-à-dire non pathogènes comme les louvures الخماير et le pénicillium le pénicillium اللي كنظر تحت utilisés pour fabriquer les antibiotiques مودادة الحيويه للايا اللي أدويا مودادة الحيويه الاجراتي on va voir maintenant qu'à la quatrième classe des micro-organismes ce sont les virus les virus le virus le virus le virus le coronavirus يحب مع الرياس هنا يحب الجنشية يحب في اليوم يحب منل المعروف يحب وأتوجي يحب بالبعوب يحبrí Ama يحبو أعضار في اليوم لأن Jupro يحبون نسيلا جن Cour installed يحبون الأمر كلمة الساعة لديهم من المقرية البروس يلوًا المغربين المعنون يلوًا سيطرق بردد المغربين المعنون مثل المثال الأمر لديهم من المطلقة السبب المصفل اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة ونوفر فيه الوكسيجين نلاحظ بأننا في من صفر حتى الخمسا ينا هذا المحوار يمتل زمن بساعد لطن ونهر وهذا المحوار لأقس ديزوردوني لان سا سي لأقس ديزوردوني سا لأقس ديزاب 6 المحوار الأفاصيل هنا المحوار الأراتيب المحوار الأراتيب يمتل لنا لنمبر دي بكتيري donc ici لنمبر دي بكتيري لنمبر دي piتيري هناك إن تريدوني على 5C بعد 5C لنمبر الأsecond لكن من تريدوني لزمعann لنمبر ديزوردوني لنمبر قمتل ج光どكو لنمبر ديزوردوني نمبر ديزوردوني معين ليس folds 5 e 10 أرادي أنende بعد قمتل ما ريسيل ماي انتر 5 اي 10 اونا انا اغمونتاشن تخي رابيد انتر 0 اي 5 لاباكتيري لسكن لاباكتيري لسكن لاباكتيري دانزا ميليو تتأقلم مع هاد الواسط لاني احتاج التأقلم من صفر حتى 5 ديال ساعة وعندما تتأقلم الباكتيريا فهي تتكثر بشكل سريع بين 5 ساعة و 10 ساعة تالي العدد يزداد بشكل كبير وبسرعة من صفر من بعض الباكتيريات حتى قريبا 2000 باكتيري تلاحظ هنا ان العدد بدك ينقص لاباكتيري لسكن لاباكتيري لاباكتيري لسكن لاباكتيري في هذا الواسط اللي وضعنا فيها لاباكتيري تتأقلم لاباكتيري لاباكتيري تتأقلم عندما نضيف لاباكتيري لاباكتيري جديد لاباكتيري لاباكتيري هي للا شكل أول لاباكتيري لاباكتيرة شكل سریع نقوم به لاباكتيري حالث جيدة أن شبكة مختلفة تشبكك يمتلك بقصرم أيضاً سيكون وضع عن الأخرى والأخرى أقرأت بقصر الانسيطان سنريد العلاج حيث سنحل إنسان ونسان ما أعرف أن ن strong بجال أنسان في السلاح puisqu'on a 1 heure on va demander de calculer combien de bactéries au bout d'une heure donc on va multiplier par 3 donc le nombre de divisions sera 3 donc 2 à la puissance 3 je joue aussi là ça il va donner 8 et si on veut calculer au bout de 5 heures ou bien au bout de 10 heures on a un grand nombre de bactéries pour conclure le danger donc comment la bactérie comment elle cause des maladies c'est par sa division rapide ou sa multiplication rapide alors la conclusion à l'intérieur de l'organisme les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication multiplication rapide bien sûr une bactérie dont 2 bactéries au bout de 20 minutes nous avons vu ça également le nombre de bactéries est 2 à la puissance n donc là on a dit le nombre de l'organisme l'organisme je vois l'an la chasse 2 à la bactéries la bactéries qui agissent en libérant la toxine la toxine c'est une substance chimique libérée par quelques bactéries en libérant la bactéries 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 يميز إسماء، يميز إسماء ، سنهاية – خمسينة. لا يسمى أنه يساعد في الجنة من الغداء. نتحرك في الجنة ، سيكون في الجنة إلى الجنة ويجعلها على جعب المدرسة للجنة. للجنة التي ستترح في الجنة ، وتبع التعامل على طبيعة السيارة تؤتي من الجهاز العصابي وتؤدي إلى إحدى حركات تقلصات موجيعة تقلصات مؤلمة لجميع عضالات الجسم نشوفوا هذه الأمور لقد اقتل ثم امتقطات ثلاثة من المجموعات نسأل أن ننجحوا الواقع ننجحوا الواقع الأمور تحلل نعطى كل جوابة على هذا نعطى أخير ولده لديował الأعلى لديه لجول Welدغوف أ ammon Neither شكرا لديو شكرا للمشاهدة تسرى إلى جسم الإسان تسرى لكي نسيق على الفيديو ونحن نسيق على فكرة أصدقص رأس تسرى لجسم 1 مروا لأنهم يجبون تسرى لباسل تيتانيك يموتل يلسيط تيتانوس يلسيط تيتانوس يلسيط تسرى لجسم 2 الجدائية من المضحة الثانية تفعيلًا كالنباد موجودة بداخل في الأكتور السلطة إليات كالنباد الكائكة والفا helemaal موجودت بان يور itانوس الجدائية من المضحة الثانية من المضحة لكالنباد الكائكة سجد المترجم للقناة Troisième caractéristique Présence de capsules Chez certaines bactéries Je vois quelques bactéries On a juste dit Un petit là Nefce la bactérie Parfois Parce qu'on a une membrane Et parfois Elle n'a pas de membrane Donc ces bactéries On les appelle les diplocoques Avec ou sans capsule Soit avec capsule ou sans capsule Alors tu peux expliquer Le résultat Et conclure Alors réponse Les souris du groupe 1 meurent Car les pneumocoques Injectées contiennent des capsules Alors que le groupe 2 Reste vivant Pourquoi ? Parce que les pneumocoques Injectées N'ont pas de capsule Donc cette bactéria C'est sommeil Le pneumocoque Le pneumocoque Parce que la pneumonie C'est le pneumonie C'est le pneumocoque C'est le pneumocoque C'est le pneumocoque C'est le pneumocoque Des virus C'est le pneumocoque C'est le pneumocoque Donc tu vois ici Dans cette observation microscopique C'est le pneumocoque Je vois ce qu'il y a Des virus Des virus Qui sort Qui sont libérés par la cellule Donc je vous souhaite Toi Tu as une cellule Ici وهناك في السلولة من الجسم في الوصول يدخل الداخل والجسما يدخل الداخل البخالية يدخل إلى الخالية ثم يتكاتر داخل الخالية يستغيل طاقة الخالية من أجل تكاتور هذا هو نمط ديال تكاتور ديال les virus sont incapables ils ne peuvent pas se multiplier en dehors du corps أو bien des cellules خارج الجسم أو خارج الخالية فيروسات غير قادرة على التكاتور عندما تتصرب إلى الجسم تبحث عن الخالية تلتصق بالخالية تدخل إلى الخالية ثم تتكاتر داخل الخالية وهذه الخالية التي تكاتر فيها الفيروسات تموت ويتم تحرير فيروسات جديدة تبحث عن خلايا جديدة وهكذا فهي تتكاتر بشكل سريع داخل الخلايا والدخل screamed وهذه المصاني فيروسات جديدة … جد لرجاء أخرى جديدة من أجل التكاتور من جديد من هكذا في النهاية يتم تحرير فيروسات جديدة دائما يعني بعد تكاتورها في الخالية من هاد الفيروسات إذا لا احتمزيان فهي طفليات لا يمكنها أن تعيش دون وجود خلايا تتطفل عليها تدخله داخلها وتستغل طاقة هذه الخلايا من أجل التكاتور فالنهاية يتم تحرير يعني دائما فالنهاية تحتطفل يحدث أبلاي سيلولة أوت خلايا العائلة يعني التي تتكاتر فيها المعفنة بالجاراتم تتكاتر فيها الجاراتم يعني الفيروسات les virus utilisent les سيلولة أوت pour se multipli ce qui abote à la destruction de la سيلول et comme ça يعني هكا الفيروس يعني كي ترع الجسم بي تكاتر داخل الخلايا وموت هات الخلايا يتغير ويبدأ ربما لذلك يجعله أكثر باتوجين لأورغانيزم هذه الفيروسات الذي أردنا دعا هذا الفيروس النوع الأول عندما يدخلو إلى الخالية ينتج أنواع مختلفة أخرى هناك تطور في الفيروس أنواع جديدة وهذه الأنواع الجديدة تفلت من الجهاز المنائي وبالتالي يكون الفيروس ممرض جدا وبالتالي يكون قاتل بالتالي الفيروس den صيدرا ناvel أين نحن اليه هذا الفيروس oki الأنواع الآattية وثبت كان على أنفس محيط التسامة وثبت كان على التسامة ومن ثبت كان على محيط التسامة المتابعة بالتصوير الانتابعة واليقيدة هذه المتابعة بالتصوير هذه المتابعة بتصوير ترجمة نانسي قنقر